دي روس داوسون وليا كاركوبا عندها 101 سنة قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقيت الأخبار بتعرض صورة مرسومة لها وهي صغيرة لابسة فيها الله الوكيل كده فبتتصل بالمستكشف بروك لوفيت اللي لقى الرسمة بعد 84 سنة في احتام سفينة تايتانيك الغرقانة وهو بيدور على جوهارة قلب المحيط اللي المفروض انها غرقت مع السفينة فبيجبوها هي وحفدتها ليزي وبتبتدي تحكي لهم قصة الصورة دي دي بقى روس بوكتر عيلا عندها 17 سنة بس بطل بتسافر مع أمها الحرباية وخطبها كالهوكلي المليونير مليونير من انجلترا لأمريكا سنة 1912 من خلال سفينة تايتانيك كل بالنسبة لأم روز هو خاتم سليمان اللي هيحقق لها كل أحلامها وينقذها من الديون أما بالنسبة روز نفسها فهو ببونت النين وروز بالنسبة لكل تبقى أحلامه كلها وعنده حق الصراحة أم روز بقى بالنسبة لكل تبقى حماية توعيدة روز بتبتدي تتخنق من تحكمات أمها والطريقة اللي كال بيعملها بيها زي انه بيمنعها تشرب سجاير وبيحاول يرضيها بأي طريقة ويحقق لها كل اللي نفسها فيه فنفسها بتجزع كده ده بقى جاك داوسون المعروف بجاك الشحات رسم أمريكي عنده 20 سنة ما حلتوش اللضة بيكسب هو بريزيو صاحبه الإيطالي تذكرتين لسفينة تيتانيك في لعبة أمار وصاحب الحنة بيقول ليه الحق فاضل خمس دقيق بس على حركة السفينة فرح جاك سب مدرسته ورمى كرسته ورح جر شكلها فقام حد من ركاب السفينة قال له فكك دي برينسيس للمركب ما تحلمش روز وهي بتتعشى بتتخنق من الطرف اللي هي عايشة فيه وبتقرر تنتحر اللي هو نرجو هنم أهوى من الغز اللي أنا عايشة فيه وبيشوفها جاك وهي مطلعة جسمها بره السفينة عشان ترمي نفسها فبيقول لها ما تنطيش فبتقول له انت مالك لو قربت مني هرمي نفسي فبيقول لها خلاص نموت مع بعض لو نطيتي هنط وراكي خلص أنا بديق تنفس وبتقتنع روز بكلامه بس بتتكعبل وتقع وجاك بيلحقها وبيجي كال والأمن يشكره جاك برطمان الجدعانة ويقول له انت عملت عمل بطولي فانا هكافأك وهتتعشى معنا بكرة كمان في مقصورة الأغنية وبيروح كال يد دي خطبته الجوهرة بتاعت قلب المحيط هدية فبتقول له اف دي تحفة دي فيها طرف وفخامة يجيب لك تقبط 4 سنين تاني يوم روز بتقابل جاك على سطح السفينة وتشكره عن اللي عمله ولما بيسألها انت بتحب الكل ولا لأ بتقول له بقولك ايه انت ازاي تسألني سؤال زي ده ده انت توقح قوي بقولك ايه اطلع برة دي بارتمنت بتاع الأغنية يا حيوان بقولك ايه وريني رسوماتك كده ايه ده ده انت فنان بجد بقولك ايه عارف انت لو لسه ما نزلتش اطلب تقدر تنزله دلوقتي وتستفيد بالعروض اللي بتوصل ل35% لحد آخر الشهر وهتلاقي لينك الدولود موجود في الديسكريبشن بقولك ايه انا زهي انا ما تيجي انتف مارجريت براون صاحبة ام روز بتسلف جاك بدل امر زي ويحضر بيع الحفلة وهناك كلب يبصله من فوق لتحت كده وجاك بيتخض اللي هو ايه المجتمع ده وام روز الحربية بتسأل جاك انت اقولتلي انت منين انت ساكن في الزبالة تقريبا صح وبعد ما بيخلصوا جاك بياخد روز معاه تحت في الخباسة للطبقة الكحيانة ويفضله يرقوسه ويشربه والمرمطون بتاع كلب يشوفهم ويحكيله فكلب يقفش على روز اللي بتتدايق عشان خطبها قافش عليها وهي بتسايع مع راجل غريب وبتقوله اللي بيحب بحق مايفرقش معاه بتخونه ولا لا وبيمنعها هو وامها انها تقابل جاك تاني ولما جاك بيحاول يتواصل معها بتقوله انا مخطوبة عايب الكلام ده بق بس بتحنله وبتطلع لوقت المغربية على سطح المركب وتقولي وحش تاني فيقول لها شووو هاتي درائك فبتقوله ايه ده في ايه احنا هنطيره ولا ايه وبعد كده بتاخدوا القوضة فاضية وبتطلب منه يرسمها وهي لابسة الجوهرة والله الوكيل كده فبيقولها بس بتقوله بس كال بيبتدي يشك في تصرفات خطبته ويقوم طريدهم هما الاتنين بس بيستخبوا منه في عربية وبيطلع هما الاتنين من العربية الله الوكيل كده روز بتوعي جاك انهم اول ما السفينة هتوصل امريكا هتسيب اهلها وتمشي معاه ولسه بيجوسوا بعض بتخبط السفينة في جبل تلجي بيدشملها من تحت وبتبتدي الماء يتغرق السفينة والطهر اللي جاك وروز عملوه وكال بيعمل كمين في جاك وبيتهمه زور بسرقة الجوهرة وبيخالي الامن يحبسه في السفينة وبيضرب روز بالقلم ويسألها انتي مش شايفة ان اللي انتي عملتيه ده اخيانة فبتقوله لا والله مش شايفة وبيبتدي الامن يحركهم لسطح السفينة ويلبسهم سطرات نجاة بس روز بتكتشف ان خطبها هو اللي لبس التهمة لجاك فبتتفف وشه وتسيبه وبتروح تدور على جاك اللي السفينة هتغرق بيه وتلاقيه وتكسره الكلبشات بتاعته ويطلعه سوا للسطح تاني وبيركبها هي مركب الانقاذ عشان الستات بس هم اللي مسمح لهم يركبه وبتقوله مش هنزل من غيرك فبيجي كال يلبسها الجاكت بتاعه ويقول لها انا تصرفته حاجات المكان لي انا وجاك عشان اللي بيحب بحق فروز بتقوله مايفرقش معه بتخونه ولا لا لا اله الا الله وبتنزل روز في المركب ولكن مرة واحدة بتنطه هبه من المركب للسفينة وتجري على جاك وتقوله فاكر لما كنت هتنطه ورايا جاك مفيش حاجة تقدر تفرقنا عن بعض ابدا ولكن كالفيدل يطردهم ويضرب عليهم نار خصوصا لما افتكر انه ينسي الجوهرة في الجاكت اللي هي لابسها بتبتدي السفينة تغرق بقى والناس تموت وانا عايط وجاك وروز بيحاولوا بقى يشوفوا حل للحواردة وبيقعوا هما الاتنين في المية وبينقذها جاك وبيعمل لها تنفس صناعي وبيدافع عنها من واحد كان هيختص بسطرة النجاة بتاعتها وبيروح يلاقي حتة خشبة صغيرة قوي فيطلعها عليها ويقولها خديني جنبك فبتقول له سوري ما باعدش ملاك جنبي في الدسك وبيقول لها ما تقليش أنا جنبك هنا لحد ما يجيبه مراكب النجاة تانية وبيبتدي جاك يتجمد وشعره يتلج وبتقول له بحبك يا جاك أنا بتجمد يا جاك وجاك بيقول لها ما عليش خليه علينا وبيخليها توعده انها ما تموتش بتأيّن روز حبة كده وبتفوق تلاقي مراكب النجاة وصلت فبتقول له يلا يا جاك فبتلاقي جاك بقى تلجاية فبتقول له جاك انت موت أمنت إفن سوري أنا هنفذ وعدي وهعيش بالسلامة والتي أصلاع اللي بيحب بحق ما يفرقش ما هيموت ولا لأ بعد ما روز وكل بيعيشوا بيدور عليها عشان ياخد الجوهرة بتاعته ولكنها بتهرب منه وبتوصل أمريكا وبتسمي نفسها روز داوسن على اسم جاك وبتتجوز وبتخلف وبيبقى عندها حفيدة اسمها ليزي وبعد ما أنت روز بتخلص حكايتها بيسألها بروك فين بقى الجوهرة؟ فين الكنز؟ قالت له يابني الكنز في الرحلة ما تنسوش تنزله أطلب عشان هو الراعي للفيديو دا وتعملوه لي فولو عالبروفايل وعالبيجي بتوعي وعلى الانستجرام كمان ياريت عشان بنزل عليه ستوريز خاصة بيه وعلى اليوتيوب لو أنت من جمهوره وتستنو فيديو جديد كل يوم جمعة الساعة تمانية وما تنسوش تعملو فولو لحمد ريدا كمان عشان هو اللي بيمنتج لنا الفيديوهات دي سلام